أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال بما يحظى به الإعلام المرئي والمسموع والصحفي في المملكة من دعم ومتابعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما يقدم الإعلام من مساهمة في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى يده الله لتحقيق الرؤية الثاقبة لجلالته بالنهوض بقطاع الإعلام والاتصال ومنحه الدعم والحرية والاستقلالية ليصبح مواكبا لما تشهده مملكة البحرين من إنجازات حضرية وتنموية في ظل الانفتاح والتطوير والتنمية المستدامة التي رسخ أساسها جلالته وجاء ذلك خلال تفضل اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة صباح اليوم بزيارة إلى وزارة شؤون الإعلام حيث كان في استقبال سموه سعدة سيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة ووجه اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة إلى ضرورة العمل على تطوير القطاع الإعلامي نظرا لأهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع المهم في عصرنا الحاضر والمساهمة في الارتقاء بمهنة الإعلام وتنظيم عمل وسائل الإعلام بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويحافظ على وحدة المجتمع مؤكدا سموه أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين علاميا في الأوساط الإقليمية والدولية دعما وتعزيزا لمسيرة التنمية والخير والبناء والتقدم في ظل العهد الزهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله وشهد سموه بجهود سعدة سيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام والمسؤولين بالوزارة معربا سموه عن شكره وتقديره بما يقدمونه من دور هام للوصول إلى أفضل ما توصلت إليه للسراتيجيات العالمية وتطوير المؤسسات العالمية الرسمية من خلال تطوير الأجهزة الفنية والسديوهات البثي في الإذاعة والتلفزيون ووكلة أنباء البحرين والتي تؤدي دورها الهادف والهام لمواكبة ما تشهده مملكة البحرين من مؤتمرات وفعاليات هامة ونقلها بالصورة الحديثة والمتطورة كما ثاسموه على الخطط والبرامج التي تقدمها الوزارة من دعم للإنتاج العالمي الإذاعي والتلفزيوني والتي تهدف إلى تطوير العمل الأعلامي من خلال تأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية وصقلها لتؤدي رسالتها الأعلامية وفق أحدث التقنيات الحديثة لمواكبة ما يشهده العالم اليوم من تطور متسارع في مجال الأعلام هذا قام اسمو الشيخ عبد الله بن حمد يرافقه سعادة السيد علي الرميحي وعدد من المدراء بجولة في مبنى التلفزيون والإذاعة حيث طلع سموه على وحدة التحكم في البث التلفزيوني ووحدة القنوات الفضائية وكذلك السوديوهات الإذاعة والسوديو الأخبار وقسم التحرير بإدارة الأخبار حيث استمع سموه إلى شرح من المسؤولين في هذه الإدارات حول عملية البث اليومي للبرامج المباشرة ونشرات الأخبار في التلفزيون والإذاعة كما تشرف عددهم من الموظفين بالسلام على سموه حيث شكرهم على الجهد الذي يبدلونه في هذا القطاع الحيوي وتقديم الأفضل لإبراز الوجه الحضاري للمملكة الغالية والتقى سموه مع عدد من المدراء بوزارة شؤون العلام وشكرهم على حرصهم في تقديم وتطوير كل ما من شأنه الارتقاء بهذا الجهاز العلامي الهام في مملكة البحرين كما قدم المدراء من جهتهم الشكر والتقدير والامتنان على هذه الزيارة الميمونة لسموه والتي لها أثر كبير في نفوسهم ودافع لهم لتادية عملهم والارتقاء بهل أفضل المستويات واستمع سموه منهم لشرح عن المشاريع والخطط والبرامج التي تنتهجها الوزارة في سياسة الأعلام الوطني وبناء المشآت التي تخدم السياسة الحديثة في التواصل مع كافة أفراد المجتمع والوصول إلى أكثر المتابعين عبر وسائل الاتصال الاجتماعي وأبراز الأنشطة والفعاليات المحلية التي تقام في مملكة البحرين وأيضا تقديم أفضل البرامج الهادفة عبر قنوات البحرين التلفزيونية والإذاعية ووكالة أنباء البحرين من جانبه عرب سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون العلام عن شكره وتقديره لإسم الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصالات على تفضله بهذه الزيارة مواربا سعادته عن ترحيبه وكافة منتسب وزارة شؤون العلام بهذه الزيارة التي تعتبر دعما وتشجيعا وحافزا من أجل العمل لنحو المزيد من التطوير والارتقاء بمختلف مجالات الإعلام مشيرا سعادته بما يوليه اسم الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة من دعم واهتمام مستمر للإعلام وتوجيهاته السديدة والتي هي محل اهتمام وستكون في موضع التنفيذ من أجل تعزيز دور القطاع الإعلامي وأبرز السمعة الطيبة للبحرين